الزيوج المتعدد لقد ده هو في الحقيقة ظالم ظالم لأهل إيه لأنه أول ما يسأل عنه عبد ما استرعاه الله وهو في الحقيقة هو لا يرعاه الناس متصادرين للرعاية فرها أكل وشرب لكن أهم الرعاية كمان لذكرها الله سبحانه وتعالى وعشرهن بالمعروف فالعشرة بالمعروف لم واحد يكون قادر أنه هي عشر امرأة بالمعروف ويترك عشرتها فهو في الحقيقة ظالم والظلم كبيرة فهو منتكب لكبيرة طب هي تعمل إيه بقى؟ بس أنا عايز أقول لها أن اللي هي بتعمله ده شيء لطيف جدا 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 وهي بطلة يعني هذه المرأة بطلة بأن هي أخذت القرار ده عشان تحافظ على بيتها وده نوع من أنواع البطولة مش بطلب من كل الستات أن هي تعمل كده بس هي فيكونها استطاعت أن هي تصل إلى ده فدوة ربنا سبحانه وتعالى كتاب لها الصبر بس في نفس الوقت هي لو استطاعت أن هي من وقت الآخر تبعت رسالة المحبة لزوجها وتبعت رسالة المواد لزوجها فالنتيجة ممكن تكون فتحة أبواب أن هو يرجع مرة تانية لأن بعض الأحيان الرجالة بيبقوا واخدين في الشوم وأنا عشان كده بقولها كوني عونا لزوجك على الشيطان وكوني عونا لزوجك على نفسه الأمارة بالسوق أنا أظن أن ده مهم جدا جدا وإن شاء الله نعمل حلقة على متعدد العلاقات هل المدمن يرجع؟ هل المدمن ده لا ممكن يرجع؟ آه طبعا ممكن